طالي اثنين متر وعشرين سنتي وعمري ثلاثة واربعين سنة الزواج هو مشروع مؤجل هو مش موجود فأنا الدكتور يعني قال لي أنه جنسيا ضعيف يعني ضعيف في الجنس وبتمنى يعني بتمنى بتمنى تزوج بتمنى تقيب عيال بس دي حكمة ربينا يعني السبب بالضعف الجنسي اللي قال لك يا الطبيب هو السبب شو بالزبط والله يعني أنا روحت إلى الطبيب يعني عشان ليش أنا ما قدرش أنحني ليش ما قدرش أشيل فيعني سابوا الحاجات دي ورحوا للدماغ يعني كانت عندي غدة ضرقية يعني حاجة تسموه أنتم الهرمونات يعني الغدة النخمية نعم فأنا يعني ربما هي السبب كان فيها تورم يعني فيها تورم في الرأس نعم نعم هو السبب بدك مساعدة بحياتك اليومية الصديق أو لا ممكن أنت لحالك أنا بدي مساعدة بدي مساعدة كثير أنا أول شيء أنا ما بأقدر ألبس سروالي وحدي أنا ما بأقدر ألبس ما لبسي أنا في أختي أو أخي ساعدني عشان ألبس أنا أي حاجة يعني حتى الحمام يعني ما بأعمل حي حاجة ما أقدرش أعمل حاجة يعني فوق بستحب التحت ما بلحقش يلي يعني بيتكون أخي أو أختي ساعدني يعني يلبسني يعني يديني الحمام يعني وديني الحمام إحنا ما بنعيش حياة يعني عادية يعني فإحنا أنا بضطر يعني أبقى مستخبي في البيت ما أخرجش الشارع ليه؟ لأن الناس ما بيتسيبنيش بحالي يعني المشكلة الأساسية مع الناس؟ مع الناس أو اليوميات اللي بتعيشها؟ لا أنا الناس هي مشكلة المشكلة عندي هو الناس شو بيقولوا الناس؟ لما بيطلع الصديق اليوم في المغرب شو بيقولوا لك؟ الصديق يعني إحنا عدنا كلمات يعني عدنا بيقول لك يعني دين تناطحة سحاب العوائق اللي بتواجهها بالحياة اليومية شو هي؟ العوائق يعني مساء النقل يعني لو أنا أخذ سيارة أجرة يعني خاصني نشد يعني ثلاث أو اثنين مقاعد يعني يعني وما مشيش مرتاح يعني ما كونش مرتاح يعني مزيرهم كمش يعني الأمور الحياتية الأخرى لكل يوم يعني كل إنسان يعني بيعايشها كل يوم من التنقل إلى لبسك لبسي غير موجود يعني بالنسبة للحيداء يعني في محسنين يعني من أمريكا أو من أماكن يعني بيبعثوا لي أما بالنسبة للملابس يعني بروح عن الخياط يعني مثلا يعني إياس إجراء أداء إياس إجراء الصديق أربعة وخمسين وتيابك تيابي أنا يعني عندك من رجلي لهون ميتر وعشرين يعني سروال ميتر وعشرين وما تبقى يعني لجوش ميتر وعشر يعني وبقى ميتر هنا التحديات في العمل شو هي؟ أنا اشتغلت في فرن فرن بلدي يعني المعلم عاوز حد خفيف يعني أنا مش خفيف يعني هو عايز حد خفيف يجي بروح يجي أنا شوية فبيلقوا معي مشاكل ترجمة نانسي قنقر